يا مسائل فل على عينكم ومسائل جمال معكم قناة اكلة وقصة والنهاردة هنعمل مع بعض عيش السحور او عيش الصايمين او قرص الافران كل سنة وانتو طيبين فضل ايام على الشهر الكريم وكلنا بقى منجهز حكة السحور احلى حاجة بقى على صفرة السحور انك تعملي العيش الطري المهاشه الجميل ده زي ما انت بتحب تسميه سميه براحتك هنعمله الطريقة سهلة وبسيطة جدا شايفين اللون واللمعة والسوى طبعا بقى بيتباع في الافران غالي جدا انا هنعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا هو مشهور جدا في اسكندرية اكتبوا لي تحت في التعليقات انتو من انهي البلد وهو مشهور عندكم باسميه اول حاجة في الوصفة بتاعتنا معي هنا كوباية من المية الدافية هحط عليها معلاءة جبيرة من السكر معلاءة جبيرة من اللبن البودرة ممكن تستخدموا من قبيعة لبن بدل اللبن البودرة معلاءة جبيرة من الخميرة وكمان هنضيف معلقة ميني دي مقدار بتاع دي او كمية اللي انا هعملها النهاردة هي نصف كيلو ميني دي تقدر يضع في الكمية زي ما تحبي لو انت حابة تعمل كيلو دي هنقلب بس الخليط ده مع بعضه شوية صغيرين ونسيبه يخمر حبة كده حوالي عشر دقيق وده بيخلينا نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة ونقدر نكمل الوصفة بتاعتنا بكل نجاح زي من شايفين هنحط كمان عليهم معلقتين ونص من الزيت كمية قليلة جدا زي من شايفين من الزيت وهقلبها حاجة بسيطة ومادة الرافع بتاعتنا معلقة كبيرة من الخلب ومعلقة كبيرة من بيكينج بودر ممكن تستخدم نص معلقة لو حابة بس معلقة حلوة جدا على المقدار اللي احنا هنعمله نهاردة هيديكي نفشة وقبة كده شكلها جميل جدا والعيش هيطلع معكي ناجح وحلو جدا اهم الحاجة في العيش ده ان انت تخمريه في كل خطوة هنعملها زي ما انت حتشوفي دلوقتي انا هنا معي نص كيلو نزيق دقيق متعدد لاستخدامات نخلت دقيق الاول بعد كده بدأت استخدمه هنزل بالدقيق كله يدوبك هقلب الخليط مع بعضه وبعد كده بقى هنبدأ نزود المية بتاعتنا بالتدريج انا استخدمت اجمالي اه كوبايتين الا ربع من المية وحواليك دلوقتي اه انا بستخدم اه كوباية تانية غير الكوباية اللي احنا حطناها في الاول طبعا انا حطيت على المقدار ده نص معلقة صغيرة من الملح تمن شايفة كده هفضل ازود المية لحدا ما لاقي العجينة بتاعتي لمت معي ملمس العجينة دي اه بيكون بيلزق شوية صغيرين في الايد يعني انت تمسيك العجينة تلاقيها بتلزق في الايد ولكن بتطلع من البولة بكل سهولة حواليك دلوقتي الملمس بتاع العجينة دي طبعا العيش ده ليه كصة جميلة جدا انا كنت وانا صغيرة اه كنت دايما بعدي على الفرن اللي جنب البيت بتاعنا واحنا هنا في سكندرية طبعا العيش ده مشهور جدا هنا اه دايما بقى ما كنت اقول لماما ايه ده يا ماما انا عايزة من الصغير اللي هناك ده وطبعا كنتش عارف ان هو عيش وكانت دايما بيجيب لنا كان بيتباع اه بالواحد يعني تقريبا واحد كان بنيه تقريبا بس دلوقتي بقى براقم يعني كانت بقى بتجيب لكل واحد مننا اه رغيف من دول وطبعا بنكمل بالعيش البلدي او العيش العربي زي ما انت شايفين كده انا لميت العجينة وهي بتلزق معي وبعد كده بقى بدأت آآ آآ عجينة حوالي عشر دقيق بعد ما تعجيني عشر دقيق هتبجيب البولة بتاعتك وتحط شوية من الزيت يدوبك تغلب بس العجينة بتاعتي وهه غطيها واسبها تخمى لمدة نص ساعة فطبعا زي ما قد ذلكم بقى كنت باش بقى في موضوع العيش ده فانا متحود عليه منو انا صغيرة وبحبه جدا 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 وخصوصا في شهر رمضان هو بيتعامل اساسا في شهر رمضان في الافرون فطبعا دلوقتي بقى المجبرت وتجوزت بقيت اعمله بقى انا في البيت وبقى وعرفت الطريقة بتاعته سهلة وبسطة جدا الجماعة وهينجح معك من اول مرة شايفين بقى بعد ما عدى نص ساعة فقاقعي بقى والشكل جميل جدا حاجة كده امر اوي بجد اه تسوش بقى تعملوا لي لايك الامر لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد دلوقتي واكتبولي بقى بتتابعوني من اني بلد والعيش ده اسمه ايه عندكم فيه ناس بتسميه قرص الافران وفيه ناس بتسميه اه عيش الصحور وفيه ناس طبعا بتسميه عيش الصايمين اكتبولي بقى تحت في التعليقات انتو بتسمونه ايه عندكم في المكان اللي انتو فيه او في المنطقة اللي انتو ساكنين فيها دايما انت شايفين كده هابدأ اه اقسم العينة بتاعتي لو عندي الميزان هيبقى حلوة قوي قوي معنا في الوصفة دي علشان خاطر يطلع كل اه 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 الريفة بتاعت العيش الصيوم اه قد بعضها او مقاس بعضها ما عندي كيش بقى ممكن تعمليها بالعين مفيش اي مشكلة خالص انا عايزة الريفة الواحد يبقى اعمل تسعين جرام دايما انت شايفين كده هعمل الكورة بتاعتي وهسيب الكور دي تخمر لمدة ربع ساعة كمان مهم او الخطوة دي كل خطوة تيجرس تعملي فيها العيش تخمر معاك انا باوريك اي انا النص كيلو دقيق عمل كامل ريفة عمل تسعة ترغفة حيطلعوا حلوين جدا وجمال اوي سايفين بعد ما سيبقى ربع ساعة حس ان الخاميرة اشتغلت معاهم والغيب تبر شوية صغيرين هجيب اول واحدة بططها واول واحدة قضي كورتها وحدة ابططها زي من شايفين كده انا عايزة سومك للعجينة ما ترفعيش العجينة خالص لان هي لسه هتقب معانا وتعمل لبابا وهو ده اللي احنا عايزينه يدوبك عتفريديها كده فردة بسيطة عايزة تفريديها على الرخامة بعد كده تنقيلها على الصانية مفيش اي مشكلة او ممكن تشتغلي وتفريدي على الصانية مباشرة علشان خاطر ما يهبطش منك والفقاقية اللي فيه تفضل زي ما هي زي ما ان شايفين طريقة مفيش ابسط من كده هجيب اي صاغ او صانية عندي مدهونة زيت وبعد كده هحط الغيب بتاعي مهمة اوي تعميني مسافات ما بينهم وهنسيبه يخمر ربع ساعة كمان يعني اجمالي كده العيش اخد معانا ساعة سبناه يخمر نص ساعة الاولينية وبعدين ربع ساعة بعد ما قورناه وبعدين ربع ساعة كمان بعد ما شكلناه وبس كده وبعد كده همدهن الوش بتاعنا تقدري تدهني باي حاجة انت بتحبيها حابة تدهني بيش اي مشكلة حابة ترش عليه مياه برضو هيتلع حلو جميل انا حبيت عشان ينديله اللون الامر اللي انت شوفته في اول الفيديو خطيت كده معلقة صغيرة من المسكة فيها على اربع معالي كبار من اللبن يا دوبك بدهن الوش كده دهنة بسيطة خالص وهنخله الفرن على اعلى درجة حرارة في الرف الوسطاني هنولى عليه من تحت لحدا ما ياخد لون الاول وبعد كده هنولى عليه الشواء سايفين ما فيش اقصد من كده والعيش ما بياخدش مننا وقت خالص وبيطلع زيه زي الافران ولونه بيطلع جميل جدا انا هدخله الفرن دلوقتي وهوريكم بقى العيش بعد ما طلع من الفرن حاجة امر قوي جميلة قوي اه وزي ما انت شايفين ده شكله بعد ما طلع انا اول ما طلع وهو سخت غطيته بفوتة بيتغطيه بيطلع نشف شوية صغير اول ما اتغطيه بالفوتة تسيبيه عشر دقيقي هتلاقيه بدأ يطرع معاكي اه اه دهنته دهنا بسيطة كده من الزدة عشان يبقى فيه لامعة كده في العيش حابة تدينيه براحتك مش حابة جاي ما تحبيه ممكن تدينيه دهنا بالسمنة ما فيش اي مشكلة خالص مهمة تدينيه وهو سخر وبس كده وده كان الفيديو بتاعي النهاردة احل عيش صايمين او عيش سخور شكرا لانيك مع المشاهدة وانت تضريني بفاصلات اخرى باي باي